نبدأ ماما حضراتكم ونرجع نقول الأهلي في كل حتة عمال يجيب جوال ماتش هايل وكان أداء رائع جدا وبطولة أهلوية مبروك لكل الأهلوية في كل مكان في العالم الأهلي زي ما بيتقال عنه صانع السعادة البطولات دايما بيفرحنا بيها ومبارح لو هنرجع تاني نتكلم حقيقي فوز مستحق بالثلاثة للأهلي على كايزر تشيف الجوال كانت جميلة هنحللها هنتكلم عنها مع ضيوفنا ولكن خلينا نقول مبروك لكل الأهلوية وكل مشجعي النادي الأهلي في كل مكان في العالم ويا رب كده زي ما بيتقال قطر أفرحنا وبطولاتنا احنا ما بنزهقش يا جماعة احنا يعني عادي عايزين أكتر ما فيش مشكلة خالص فإن شاء الله ده يتحقق يمكن المشكلة الوحيدة في هذا الإطار يعني هواد ما بنلحقش نفرح لأن في عالم كل ما بناخد يعني درع كاس بطولة دوري أيا كان لأنك يقلب الصفحة طبعا عايزين نستمتع بالصفحة لأن احنا بنتكلم على صفحة عشان تتحقق ففيه بجد مجهودات كبيرة جدا بتبزل وبجد فيه قلوب يعني بتدعي لكل اللعيبة والأهلوية في كل مكان المبارح طبعا كانت ليلة أهلوية بجدارة فرحة الفوز كانت بتعم كل أرجاء العالم ده نتيجة أن الأهلوية منتشرين بالفعل في كل مكان في العالم ومش بس من المصريين لا ده كمان من غير المصريين المحبي وعشاق هذا الكيان المحترم طبعا الشروط الأول كان إلى حد كبير شروط هادي لكن مع بداية الشروط الثاني كان هدف محمد شريف المخيف ثم هدف ملك القضي يا أفشا ويبتدنا بقى نرتاح وعصبنا تهدى بعد الهدف الثالث لعمر السلية ثلاثية رائعة مسماني يعني نقدر نقول عليه واحنا ضبرنا مستريح أن راجل صاحب دماغ ألمزات زي ما بيقوله راجل فاهم وعارف كويس قوي هو بيعمل إيه أن أنت تدفع بالعجتك مرة واحدة في اتجاه التهديف المتتالي الأهداف في الشروط الثاني كانت نقطة مهمة جداً أن أنت تعرف تستغل طرد لاعب كايزر تشيفز بهذا الشكل اللي ساعد بطبيعة الحال على التهديف أكتر وأكتر برافو مسماني برافو كل لاعب من لعبة النادي الآن بس بقى لو هنتكلم على مسماني تحديداً هنتكلم بلغة أرقام مسماني في تسعة شهور يا كريم معاه أربع بطولات يعني خلينا هنا بقى نقول يا ريت كل واحد يقعد مع نفسه كده ويفكر هو إيه إنجاز في تسعة شهور يعني إزاي ممكن يعمل إنجاز في تسعة شهور زي ما احنا بنشوف على أرض الواقع مسماني حقيقي كان صفقة جريئة جداً للنادي الأهلي جراءة كبيرة جداً وبشكل احترافي من كابتن محمود الخطيب حقيقي رئيس النادي ومجلس الإدارة قرار صائب ويستحق كل التحية ونرجع تاني برضو معلش أنا بحب الأرقام شوية إحنا بنتكلم دلوقتي إنه مسماني أصبح تاني أكتر مدرب حصولاً على البطولات الأفريقية ده طبعاً بعد الساحل منوال خسي اللي حصل على أربع مرات لهذا اللقب إحنا بنتكلم مسماني 2016 كان يا كريم مع سان داونز بعد كده السنة اللي فاتت الأهلي والزمالك والسنة دي فمدرب محترف اختيار رائع لما النادي الأهلي بيحط إيده على حد أو بيختار حد هو عارف كويس أوي هو بيعمل إيه فشافوه حقيقي لهذا المدرب الأكثر من رائع بالك إحنا برضو هنتكلم كتير عن مسماني لأن لازم نتكلم عنه واللقاء اللي تم بعد كده ولما الصحفين يا كريم مبرح كانوا بيقولوله مبروك كان بيتحدث إن إحنا لازم نتواضح حتى في فوزنا علشان لما نيجي نخسر يبقوا فاكرين لنا الناس إن إحنا قلنا وإحنا فايزين متواضعين يعني اللغة ليها رسائل لغة حلوة جداً برضو كل ده هنحلله وهنتكلم فيه بس حقيقي هذا الرجل أعتقد أحبه الملايين من الأهلوية وأعتقد كمان أني في الكلام ده يعني خلينا نتوجه بالكلام الجميل اللي أنت قلت ده لكل المتشككين والمشككين اللي كان عندهم كتير من التحفزات في وقت من الأوقات على مبداياً كده من أول لحظة تم من خلالها اختيار كيبسو موسيماني كمدرب يعني مدير فني للنادي الأهل في ناس كتير تشككت فيه في مراحل سابقة البعض من الناس برضو هنرجع ويقول كان عندها التحفزات ولكن أعتقد بقى يعني كل اللي حصل الفترة اللي فاتت الشهور اللي فاتت مش مجرد البارح ولا مجرد البطولة اللي احنا نتكلم عليها وفرحانين بيها اللي هي النجمة العشرة لأ بشكل عام أعتقد أن كان موسيماني كان عنده ردود يعني إيه على الأرض زي ما بيقوله طبعاً أداء كان جديد جداً باللقب وبكيان النادي الأهلي المحترم برافو إدارة النادي الأهلي اللي أخذت الخطوة الجريئة دي أثبت بالفعل فيتسو موسيماني إنه مدرب كبير والأهلي مش محتاج يثبت وأثبت قبل كده بملايين المرات إنه كيان كبير جداً عشان هذا الكيان بيتعب فيستحق النتيجة دي ويستحق الفوز ده ويستحق هذه الأرقاب والأرقام القياسية اللي كل يوم والتاني النادي الأهلي بالعبط وعملين يحققوها ولكن كمان ودي حاجة لازم تتقاب زي ما احنا فخورين بوجود تيتسو موسيماني يعني كمدير فني للنادي الأهلي هو كمان لازم يكون فخور بهذا الأمر النادي الأهلي فخر لكل من ينتمي ليه سواء كان مدرب لعيبة جهاز فني مشجعين النادي الأهلي كيان كبير جداً 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 يستحق العشرة وحنقول زي ما كل جماهير النادي الأهلي قالت مبارح حتى قبل نهاية آخر ديئة من المباراة إن شاء الله إن شاء الله الحداشر يا أهلي بس لو حنتكلم عن البطولة العشرة في مكانة طبيعة كريم داخل النادي الأهلي الأهلي أكيد كان هو الأحق حنتكلم على حظ أو توفيق أه أكيد في حظ وفي حاجة اسمها توفيق في كرة القدم لكن التوفيق والحظ ما بيجيش غير للمجتهد صح والله الأهلي بيستحق موسيماني يستحق الفريق يستحق كابت المحمود الخطيب يستحق هو الشريك حقيقي في كل البطولات الأهلي لاعباً ورئيساً لهذا النادي شارك في البطولات يعني وفي صناعتها وفي إدارتها لما نتكلم هنا ونقول العشرة في كزيرة فأكيد ده طبيعي جداً الأهلي منظومة بتاعة بطولات أصلاً جمهور الأهلي يستحق دايماً أنه يحتفل عشان كده إحنا بنقول الأهلي عمره ما بيخزل جمهوره بس أنا بقى عايزة أتوقف برضو بلغة الأرقام سريعاً جداً ربما أن إحنا ذكرنا كابت المحمود الخطيب وبنتكلم أن العشر بطولات أفريقية كانت مع كابت المحمود الخطيب سواء لاعب أو نتكلم أنه هو يعني رئيس لهذا النادي طيب 82 عندك 87 2001 2008 2005 2006 2012 2013 و2020 2021 هو فيه كده هو فيه كده ده فيه إلا أكتر من كده كمان يا ست كل أنا عايز حد يرد علينا جماعة هو فيه كده طالما فتحتي باب الأرقام القياسية والأرقام اللي تستحق التوقف أمامها وتأملها إحنا طبعاً فتحنا فوس معاكم مبارح وإيه أضفنا نجمة 2021 بكده يكون نليح النادي الأهلي في تعزيز رقم أل قياسي للتتويج برقم دولي الأبطال في عشر مناسبات مختلفة بعد أن حقق اللقم الإفريقي في أعوام 82-87-2001 2005-2006-2008-12-13-2020 وأخيراً وإن شاء الله رب العالمين ليس أخيراً وبكده كمان يكون النادي الأهلي أصبح هو أول نادي في إفريقيا يحقق لقب دولي الأبطال فيه نسختين متتاليتين ثلاث مرات 2005-2006-2012-2013-2020-2021